السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناء الطلاب نبدأ في هذه المحاضرة الحديث عن الفصل الثاني من هذا المقرر وهو عمليات التجفيف المرجع الأساسي الذي ننصح أبناء الطلاب الرجوع إليه هو كولسون ريتشاردسون الذي سوق التكلم عنه وتحديدا فوليوم نمبر 2 هذا المرجع يشرح عملية التجفيف بصورة مفصلة وجيدة نبدأ بتعريف عملية التجفيف يمكن تعريف عملية التجفيف على إنها دائما لا يعتقد الطالب أن عملية التجفيف تعنى بالتخلص من الرطوبة أو المياه لكن عملية التجفيف يمكن أن تعمم لإزالة أي أنواع من السوائل عملية التجفيف يمكن أن تحدث لإزالة رطوبة من مادة صلبة أو إزالة أي سائل آخر حكسين مثلا أو أي سولفن من أي وسط آخر الوسط الأساسي ليس بالضرورة أن يكون مادة صلبة وإنما يمكن أن تتم عملية التجفيف للغازات أيضا عادة عملية التجفيف بتعد من العمليات الأخيرة في العمليات الإنتاجية بصورة عامة وتلي عملية التجفيف في معظم العمليات الصناعية عملية التغليف وعملية التجفيف يمكن أن تتم بعدة طرق يمكن أن يتم التجفيف بواسطة الثيرمال فاكورايزيشن وهو عملية تبخير للسائل يمكن أن تتم عملية التجفيف بواسطة الميكاليكان أن سنترفيوجين فورس وهي شبيهة بعملية التجفيف التي تحدث في المنازل في النورمال دراين تجفيف الثياب على سبيل المثال يتم داخل نشافة تدور بسرعات كبيرة جدا هذه السرعات العالية تسبب عملية طرق مركزي للرطوبة من المادة الصلبة وبالتالي تجففها فالتجفيف يمكن أن يتم أيضا بواسطة الطرق المركزي وكذلك يمكن أن نجفف بواسطة دراي إير وفي هذه الحالة تحدث عملية الماس ترانسفير ما بين المادة السائلة والمادة الرطبة وتنتقل الرطوبة الرطوبة ليس بالشرط أن تكون للواتر وإنما لأي سائل آخر ما بين الدراي إير والدرايد متيريام بصورة عامة عملية التجفيف مهما كانت كفاءتها لا نستطيع أن نتحصل على تجفيف بنسبة 100% وإنما دائما تحتوي المادة الصلبة على قدر معين من الرطوبة فمثلا إذا نظرنا إلى الصولت ملح الطعام المعروف لدى الجميع هذا المركب ليس جاف بصورة كبيرة وإنما يحتوي على 5% تقريبا من وزنه عبارة عن رطوبة هذه نسبة مقدرة وتدول على أن المادة قد تبدو جافة لكنها في الواقع تحتوي على قدر من الرطوبة Having said that يمكن أن نتحصل على ما يسمى بالبوندراي وفي هذه الحالة يكون لدينا تجفيف بنسبة 100% وتحدث هذه العملية في بعض الأحيان بإضافة بعض المواد الكيميائية مثلا حامض السلفيريك المركز يمتاز بإنه له إلفة عالية للرطوبة ويعمل على نزعها بصورة تامة بحيث إنه يجفف المادة بالكامل ونستطيع عندها أن نقول بإنه هذه المادة جافة بنسبة 100% وتسمى هنا ببوندراي في المحاضرات القادمة نواصل شرحنا عن آلية وميكانيزم عملية الفصل وإلى أن نلقاكم شكرا جدا